مركبة جيد رابت التابعة للصين بدأت مهمتها باكتشاف القمر المركبة انفصلت عن مسبار قمري أكبر في الساعات الأولى لصباح الأحد والمسبار حط بهبوط تاريخي على القمر ما يجعل الصين ثالثة دولة في العالم تنجح في تحقيق هذا الإنجاز العلمي بعد الولايات المتحدة وروسيا رأينا مشاهدا لعلماء وكالة الفضاء الصينية وهم يحتفلون بهذا الإنجاز في اللحظات التي هبط فيها المسبار بنجاح على القمر أحد أهداف المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية بشكل جزئي هو اكتشاف منطقة في القمر تعرف بسينس إيريديام أو خليج الطيف كما أنها كلفت بفحص الطبقة التي تقبع تحت سطح القمر باستخدام جهاز رصد يخترق الأسطحة للبحث عن رواسب معدنية بعض الخبراء قالوا لشبكتنا إن من المحتمل أن تكون الصين تبحث احتمالات التنقيب على القمر في المستقبل الصينيون اعترفوا بأن برنامجهم الفضائي لا يزال متأخرا بعقود مقارنة بأمريكا وروسيا لكن يبدو أن هذه الخطوة هو جزء من استراتيجية أشمل تتضمن إنشاء نظامها الخاص من الأقمار الصناعية لتحديد المواقع إضافة إلى بناء محطة مأهولة خاصة بها في الفضاء لأنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط له عندما يتم الاستغناء عن محطة الفضاء الدولية في عام 2020 فإن الصين ستكون الدولة الوحيدة التي تملك محطة فضاء ماهولة تدور حول الأرض المتحدة التي تملك لتعرفا بإمكاني المنزل من البطاتي ومعات بلاد الجزء المعارضة ترجمة نانسي قنقر ، فقط الناس ية